اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في سياق الوضع الوبائي الذي ما زال قائما وان تراجعت حدوه وبحسب البيان المشترك اتفق الطرفان في اجتماع اللجنة المشتركة على خطة مهمة للإبحار تتيح عروضا بخصوص الطاقة الاستيعابية اليومية لحركة نقل المسافرين والعربات والتناوب والربط البحري كذلك يصار الى تعبئة وسائل الوجيسية مهمة وتعزيز الموارد بالبشرية على مستوى المواني والمطارات من خلال التدابير للمساعدة الاجتماعية والمواكبة تحت اشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامل في المغرب والخارج من جهة اخرى اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق من النقاط المركزية فرصا على التغادل الليل المعلومة واستباق بعض الجوانب المرتبطة بتدبير ايان ذروة وامكانية استدالي التذاكر ومكافح المضاربة على مستوى سعى رحلة العبور البحرية ومنذ اكثر من ثلاثون عاما يطلق المغرب سنويا عملية مرحبا لاستقبال المغتربين المغاربي في الدول الاوروبية من خلال توفير الرعاية الضرورية للوافدين بحرا وجوا وتسهيل اجراءات عبورهم وعودتهم لكن ازمة كورونا ووضع اسبانيا في العامين الماضيين حالا دون مرور المغاربي من موانئ الجزيرة الخضراء والميريا وفالنسيا وبالتالي خسارة اسبانيا عائدات جمركية وتجارية لالف المغاربة الذين كانوا يعبرونها علما انها بلغة ستة ملايين يوروي اكثر من سبعة ملايين دولار اميرك بحسب بيانات غير رسمية شكرا لكم على مشاهدة الفيديو ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ولائك وتعليق للتشجيع دونتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة